شغلت بالي شغلت بالي ولا التدارب اللي جرالي وحشتيني كنت كمان بس انا عايزة نبقى مختبورين قدام الناس كله مش معنا راحت خطب طوع وسبتني انا يا حبيبتي ده غصب عانى انا بابا وامى هم اللي غصبيني على الجوازة دي ما انت لابليك باذاك كنت عملت والله هم غصبيني يا حبيبتي وانت ما انت عافى انهم احبك برضو انا عايزان نبقى مختبورين قدام العالم كله سنتي والله عزيم قريب والله عزيم قريب أنا نفسي كل الناس تشوفني انت خطيب يقومش معاك قدام الناس ما شامش معاك في الديرة حاضر يا حبيبتي عيني ليكي والله سيبها بقى هي واختبني أنا أنا عانية ليكي ماشي هستنى بقى امتا ترد علي امتا قريب خلاص ماشي يا حبيبي موسيقى أنا محتارة مش عايش في عامل ايه هقول لي ماما وقول لي أختي ولا ما قول لي هايش ازايك لأمني الحمد لله ما تيجي تلعبي معايا مش عاوزة ألعب الله يا غزة عشانا متضايق ليه في ايه مالك بموضوع قليت علي غزة ايه يا امني مالك ملعبتش مع غزة ليه يا ماما انا وصلها تعالي لعبي معايا قليشني انا متضايق ليه يا امني متضايق من ايه طب اقولك بس انتوش لحد لا انت زي يا غزة عندي وانت عارفة صح ولا مش صح صح تقولي يا امني النهاردة شوفت غطيب اختي مش مع واحدة بقولها بحبك طب ازاي ما قولي لماما يا امني زي ما قلتش لماما الكلام ده يا امني هقول لها ماما اه تقولي لماما وتقولي لأختك كمان بس لأختي بتحب اول لا مينفعش طول ما هو بيتحك على بنات الناس يبقى هيتحك على اختك ويلعب بأختك مينفعش يا امني هايقول لي ماما؟ اه تقولي لماما طبعا يا امني انا معلمة غزة لأي حاجة تشوفها حتى لو بتلعب مك اي حاجة وحشة او حلوة تقول هايدي وانت لازم تعلمي كده يا امني وتقولي اي حاجة تشوفيها تقوليها الماما غزة دي مش بنتي بس لازم تصحبتي كمان وانت لازم تبقي كده مش مامتك بس تبقى صحبتي كمان ماشي يا امني اروح معيك تقولي الماما؟ لا 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 ولا انت تقولي لها؟ انا هقول لها خلاص ماشي يا امني انا هاخد غزة دلوات عشان احنا عايقين مش هون ماشي ماشي يا امني اعود حاجة؟ اتلعسك يلا اتلعسك 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 يانادها نمخة ليك بغزيسة انت عارفة ان دايما محمد اخيي فزقوحي او الله ربنا يخلينا محمد يا رب حبي جيي حبي جيي انا بقى لعمل تكشيبك اعمل تقفت دكسي حبيبك الحمدالله وميه لا يبت شكلة معياتك وليه ماسي لا واقعي مدرجة رحشة ومدنس ما الدرح لا مال ايه خير؟ اما ديني قولي الصراحة بصراحة يا عمال في موضوع عايزة اقولك عليه بس انا كنتش عايزة اقولك لا بس امك غزل يا ماما في ايه حبث تقولي؟ قتلي امك دي لازم تكون مش امك بس لازم تكون كمان صاحبتك يا ماما وقتلي غزك يا مام تحكيلي حتى لو حدا مش وحشك خير يا عماليا قوليلي يا عماليا يلا قولي تخفيس قولي وانا رجع عم الدرس النهار ده شفت احمد خطيب نادا وهو ماشي مع واحدة ومسكها احمد خطيب نادا؟ شكلها؟ اوه عامل ازاي دي؟ يا بنت احنا في شكلها دلوقت يا بنت انا ايه شكلها شكلها عامل ازاي دي؟ وشها مدور وصيارة شوية ولفسها جاكت رصاص ولفسها بالطرنجز وجاز مسودة اوه عرفتها تخطيف لنقولها عرفتها من اين يا بنت انا؟ انا عرف بها انا شفتها جده وحكيلي عنها انتي متأكدة؟ ايه متأكدة ان هو احمد خطيب انا؟ ايه احمد خطيب يا نادا؟ يا امني يا امني يا امني كنت تجذب يا امني؟ يا امام بجذب في ايه يا امام؟ انا ادايت لما شفته والله طيب هو ما كانوا بيعاملوا ايه تاني طيب؟ كان قاعد يغنيلها وقال انا بحبك وانت اول واحدة و قلتلك انها خطيبت الجولة انت يا نادا اللي مدلوقة عليه وحبه ومش انا قلتلك ده ما ينفعتس يا بنتي اعمل ايه يا ماما انا بحبه تحبه يا بنتي مهارك انا اجيبلك اخوكي بقى تكلمي معاه تشوف ايه بقى الحال مع اخوكي هو اللي جيبلك حال يا محمد تعالى يا ابني شوف يا ابني ايه اومي فينك؟ يا ابني قاعد لنا هنا يا ابني شوف الخيبة دي ايه؟ فين؟ بتقولي ان احمد خطيبه لقيته مش مع خطيبته الاولى وعمل يقول لها تلام حالو بتحكده بالكلام ده يا ابنية؟ ايه يا ابنية مش قاعدتها تكذب قيت الله يا ابني ايه؟ فين ده هلو فين؟ من الحياة اللي جابهالك؟ ده يا محمد مزوش كده يا محمد انا بحبه ممكن ممكن فيه سوق ده وممكن الكلام معاه يا بنتي ما يستهلكيه ده يا بنت يا بنتي بعد الكلام دوت ام احافظ عليك ده بيلعب ببنات الناس كده يا بنتي ما خطيبته ومش معاه تاني ما ينفعش يا ام طب يمكنك فيه مشكلة او وانا اصلا مرداش اجوزك ليه؟ هكون خايف عليك والله والله هكون خايف عليك هيدحب عليك يا نانا وكده بيع ببنات الناس يا نانا منه اللي ده بلعبت بتكلم معاه تشوفه بس شوف ممكن يمكن حصل مشكلة خلي عندي الكرامة بص يا محمد بص انا عندي سؤالي جبهولها لا مش هجيبه يا بنتي اسمح كلام انا انا عايف الاشكال بي قبلة بتديله حاجة اسمح كلامة قلتلي لمين لي حاجة على ده اهم حاجة قرامتك انا بسمعك كلامة تتكلم معاه عشان خاطر عشان ما يكسرتش بعد كده يا نانا عشان خاطر تتكلم معاه الاول كان فيه مشكلة ولا حاجة يا بلاتي دهاتي دعمة بص وحقه انا هتكلم معاه استخدامه يا ماما كنت كنت؟ ما كنتش اقلتك نش اعادة قلنك يا ماما ya بنتي ميحن ينساف يا ماما شوف تهم يا ماما شوف اهو بيحبها بقى الاولى دي وبيضحك ببنات ان يضحك على بنات الناس منه لله يا سيه سيب لي الموضوع ده علي يا ماما شوف انت بقى بيجيبه بقى شوف تعمل ايه بقى احمد انا عايزك الموضوع دلوقتي تعليلي البيت اهو ما تأخرش علي بس انا مستنيت سلام انا تعمل فيها كده يا احمد انا ليه عملتلك ايه بس يا احمد حرمه عليك والله احبتها وفي قلبي ساكن حبها تحبين انا برضه ولا بتحبها هي يا مين يا ندا فيه مالك مالك زعنها ليه اصلا اللي كنت ماشي معها النهاردة عملتلك انا ايه عشان تعمل فيها كل ده ما حصلش يا ندا انا ممشتش مع حد شوفت مني ايه واحش عشان تلعب بيا يا احمد يا ندا متخليش حد يوقع مبيني لو تسمح لا بابا مش الغريب اللي بيوقع مبينة دي اختي ومش هتيجة توقع مبينة طب حتيها كده خلت قولي قدام الكلام ده واسه ماشي يا امني امني انا محصلش مني يا احمد نعم يا ندا تعالي يقولوني انتو شوفت انه وانا جاية من درس شوفتك ماشي مع واحدة وحداني حدنها كمان انتو مطلش ليه الكلام ده جوا ماليش يكسرك اكتب متى مكسورة يا ندا فاكر عليك حدنها انت كنت بتلعب بيا قوي بقى يا ندا سامحيني انت بتحبها جيت خطبتيني ليه سامحيني والله انا بحبك انت انت كذب والله اخر مرة وعدت قلت لها اخر مرة والاول مرة اللي بيهين كرامتي ملوش حق اللي هو اسن ولا احبه ولا يستهاني اصلا عشان خطر يا ندا لأ كانش معايا تاني اصلا ده دخلي جوا دخلي جواه امني ايه بس يا محمد وضع ايه يا محمد تبضى ابسك بس حاكتك طب اديني فرصة طيب مانات الناس مش لعبة انت مش بتحب ندا جيت خطبتيني والله انا بحبها بتحبها ابسك بس ما اشوفش فرشك تاني لو سمحك طب اديني فرصة طيب فرصة ايه احنا ما عندناش استعداد نعالجه غلط بغلط بتاعف لو انت اخدت متجوز ده وعملت كده والله اخدت طلقتها منك برش عشان انت مش راجل امين ومش هتحافظ عليها انا عارم طب اديني فرصة طيب مش عايزين فرصة بعد ياسلك تاكل على الله فرصة كمال مش عايزين كام تاني اخد الدب مش عايز ولو سمحت ما اشوفش رشك تاني اديني فرصة يا اخيها محمد دلوقتي لو احنا عدناك الغلطة الصغيرة هنضطروا بعد كده ان اعدو لك الغلطة الكبيرة وانت مناقش نصف الطيب واحنا مترابين من صغرنا في حاجة اسمها حلال وحرام مفيش واسط بس انا ما كانتش اعز له الله كلنا شباب ابن غلطه انت عايز انت زم انت كسرت قلب اختي ربنا هيبعث لك وها تكسر قلبك ولو سمحت انا ما اجل باك باكلم اواج المحترم دلوقتي انسحن من حياتنا وارجوك ما تعدش من قدام البيت ولا تتصل بنا تاني هذا يا سيد محمد اتفضّف